في ناس دلوقتي بدأت تهاجم النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي على اختيار ريكاردو سوارش وانا بصراحة مختلف تماما مع الناس دي مختلف تماما ليه؟ ليه؟ النادي الاهلي لما اختار ريكاردو سوارش كان عنده معاييره اللي ممكن انت تختلف معايير يعني اقبل انك تختلف مع المعايير لكن ما تختلفش على الاختيار بمعنى ايه؟ بمعنى النادي الاهلي قال لك انا عايز مدرب وعد مدرب صغير في السن مدرب يبقى برتغالي مدرب يكون طالع مش جايل كبير يعني يبقى عنده طموح مع النادي الاه يبقى عنده طموح عايز هو اسمه يكبر وخد بالك الاهلي على مدار تاريخه كان دايما بيجيب المدربين لنوعية سوارش الأغلبية العظمة المدربين اللي بيجوا يعملوا تاريخ في النادي الاهلي هوا من امتى اصلا كان الاهلي بيجيب مدربين اكبر مدربين في العالم هو مارتينيول دا واتبارنا ان مارتينيول دا كان الاسم الأكبر وما نجحش مع النادي الاهلي بالمناسبة غير كده كل المدربين اللي جوا من النادي الاهلي عظمتهم اتبنت جوا النادي الاهلي فالرجل دا لو كان نجح كان هيتقال وقتها ان ادارة النادي الاهلي ادارة مثالية وإحنا هنا في البرنامج ومع محللنا قلنا ان المدرب ببساطة شديد عامل زي بطيخة تفتحها انت ونصيبك ببساطة شديد على فكرة حتى لو مدرب كبير ما نقول لسه مديك مثلا بمارتينيول ترجيب مارتينيول ما نجحش رغم انت جايب اسم بس ما نجحش فالحكاية مش هجوم الراجل غير موفق مع النادي الاهلي الراجل مش ناجح مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظة معاه كل الظروف الصعبة الممكنة انا رأيه قلته من كام يوم انه مشكلته في رأيه انه مداش ملمح مداش امارة يعني شخصيا ما كنتش عايز مثلا من سورش ده انه يعمل اداء ممتع لفرقة الاهلي ما كنتش مستني منه مثلا انه يحقق نتائج مبهرة مع النادي الاهلي في ظروف الصعبة دي بس تشوف كورة بقى تشوف مثلا ايه راجل بيعمل كرة سبتة حلوة بيعرف يضغط على الخصم الكويس زي ما عمل قدام في وطش المباراة الوحيدة مدرب بيعرف يبني من تحت كويس بيبني على الارض كويس يعني اي ملمح تحس كده النطول ايه لا المدرب دا شكله كويس عملها فيلر عملها فيلر لما جي النادي الاهلي من اول مباراة اول مبارتين لقيت ملمح موسيماني يعني اول ما جيه خد بطولات اصلا يعني ملحيش يلعب كورة حتى خد بطول على طول داخل على بطولات على طول راجل كان انا مش بتاع انا بتاع بطولات فراجل موسيماني خد بطولات على طول ففي ناس من اول لقطة تديك الملمع هو تأخر وبرضو والف هو باجه كل الصعوبات الممكنة يعني حتى لو الراجل دا مشي ما تقدرش تحكم عليه انه هو كان مدرب فشل مع النادي الاهلي حتى لو مشي ما تقدرش تقول انه هو مدرب فشل مع النادي الاهلي مش هو اشتغل في ظروف صعبة لو مشي هو الخوف من اللي جاي مش دلوقتي الخوف من المستقبل ان المخاطرة مش هتقدر تخليها في المستقبل المخاطرة دلوقتي محسوبة كيه كان الاهلي موسم بالنسبة له خلص بكل اللي حصل فيه خلص لكن الموسم اللي جاي ماينفعش يخلص بدري بدري هو دا اللي بيفكر فيه النادي الاهلي حلق دي الحكاية كلها فيما يخص ريكاردو سواريش ومستقبل ريكاردو سواريش مع النادي الاهلي